لأن جيرة الضيق ما عادت تتسع لأي صديق أو جار جارت عليه الظروف في بلده فأن النازح السوري بدأ يغادر إلى بلدان يجد فيها الأمن والأمان ولقمة العيش أوروبا باتت وجهة عدد كبير من النازحين العابرين إليها بطرق غير شرعية عبر البحار والأنهر والمعابر وفي رحلة الوصول إلى ما يعتقده النازح برأمان خطوة حياة أو موت في بلغاريا في مخيف هارمانالي لا تختلف الصورة عما هي عليه في البقاع اللبناني خيام هزيلة، مساعدات شحيحة وأطفال جائعون أحد نازحي الحسكة وهو صيدلي درس في الخارج بات اليوم يعيش على حافة الهاوية بعدما وصل إليها بصعوبة لدي مطلب واحد وهو أن أنتقل إلى منزل أو كارفان ستغطين الثلوش قريبا هربنا إلى هنا من أجل حياة كريمة فإذا بالهم يلاحقنا النازحون السوريون الذين يحاولون الصمود في الغربة يعملون على توزيع صندوق الخبز على العائلات كميات قليلة جدا بمعدل مرة كل أسبوع الوضع سيء جدا جدا هناك نساء حوامل وأطفال مرضى لا يستحمون ويأكلون وجبة واحدة فقط طيلة النهار لا يوجد خدمات صحية منظمة وفي حين يفترش هؤلاء الغابات في البلدات البعيدة في بلغاريا وينتشرون بين أجارها ووحشتها تشهد العاصمة تحركات مناهضة لدخول اللاجئين ويندد المعتصمون باستقبالهم حاملين شعار بلغاريا لأهلها فليرحل اللاجئون وعليه فقد بدأت السلطات البلغارية أعمال بناء جدار بطول 30 كم على الحدود مع تركيا لمنع المهاجرين السوريين من دخول أراضيها وقد سبق أن طلبت دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته 6 ملايين يورو اشتركوا في القناة